سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة في علم السياسة وفيها متابعة للحلقة السابقة حول القيمة المضافة وفائد القوة انطلاقا من مناقشات سابقة في الحقيقة رافقت طرحي للمرة الأولى لهذا المفهوم لهذه المعادلة في الكتاب الذي صدر لي عام 2018 تحت عنوان حزب الله فلسفة القوة وكنت فيه للمرة الأولى أخصصه فصلا كاملا أتحدث فيه عن هذه المعادلة وأشرح كيف أنها معادلة تمثل ركيزة من ركائز فلسفة القوة لدى حزب الله بمعزل عما إذا كان هو يقدم هذه الرؤية كجزء من فلسفته لكن مقاربة سلوك وأداء وتطور هذه التجربة أوصلني إلى إسقاط هذه المعادلة على تجربته ومقاربته على أساسها وكانت النتيجة هي اعتمادها في الكتاب كواحدة من الركائز والأركان النقاش كان يثار في كثير من المرات التي أعرض فيها للمعادلة حتى في الحلقة السابقة بعض التعليقات تربط مباشرة فائد القوة والقيمة المضافة بثنائية رائجة في الحديث عن الاستراتيجيات السياسية الدولية وهي قوة الردع والقوة الناعمة فتصبح القيمة المضافة هي مرادف للقوة الناعمة وفائد القوة مرادف لقوة الردع وفي هذا مغالطة كبرى في الحقيقة الأمران يعني مختلفان من الأرض إلى السماء سوف أبين وأشرح كي يسهل الفهم والاستخدام لأنه الهدف هو تقديم معادلة تتيح عبر استخدامها فهم الواقع الحديث عن قوة الردع والقوة الناعمة هو يعني شيء يتصل بأداء أصحاب الاستراتيجيات سواء كانوا يستخدمون فائد قوتهم المالي أو العسكري أو يستخدمونه كقدرة ردع أو يستخدمونه كقوة ناعمة هذا يعني له علاقة بالأداء بالاستراتيجيات بالتكتيكات نحن نتحدث عن شيء آخر مختلف تماما يعني يمكن أن تكون دولة أو حزب أو حتى شركة لديها فائد قوة وقيمة مضافة لكن ليست لديها استراتيجيات وتكتيكات لما هو خارج حجودها عندما نقرأ مثلا الحروب بين دول مثل الحرب الأوكرانية مثلا الروسية طبعا أوكرانيا خلفها الأطلسي لكن عندما نبدأ بالقراءة علينا أن نستقرأ ما هي عناصر فائد القوة التي يملكها كل من الطرفين فنقول مثلا طبعا روسيا التفوق العسكري ودولة نموية هذا جزء من فائد القوة روسيا دولة مصدرة للغاز والنفط هذا جزء من فائد القوة أوكرانيا دولة مصدرة للحبوب وأساسية في العالم وهذا جزء من فائد القوة البلدان على البحر الأسود وهذا جزء من فائد القوة في القيمة المضافة مثلا يجب أن ننتبه أن أحد عناصر الضعف في وضعية روسيا في الحرب الأوكرانية هو أنها تخالف مبدأا كانت دائما تعتبره ركيزة من ركائز سياستها الخارجية من قيمها المضافة يعني قيمتها المضافة كانت هي الالتزام بالقانون الدولي وهي لم تستطع أن تطابق حربها في أوكرانيا مع هذه القيمة المضافة فأصيبت بانتكاسة على مستوى ربع الرواية وهنا لا ينفع الحديث عن الإمكانات الهائلة التي كرسها الغرب في هذه المعركة فهو كرس ذات الإمكانيات ليربح معركة الرواية لحساب إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين الأضعف بكثير من روسيا لكن رغم ذلك ربح الفلسطينيون حرب الرواية لأن روايتهم متطابقة مع مفهوم القيمة المضافة التي يمثلونها وهي قيمة الحق بالأرض وهي قيمة العدالة وهي قيمة المظلومية وهنا إذن نحن نتحدث القوة الناعمة هي استثمار فائد قوة أو قيمة مضافة قوة الردع هو استثمار فائد قوة أو قيمة مضافة مثال تاني الفتن والحروب الأهلية مثلا هي جزء من القوة الناعمة التي استخدمتها وتستخدمها أمريكا ودول الغرب معها وإسرائيل أيضا هذه لا يمكن أن تكون قيمة مضافة يعني هي قوة ناعمة صحيح بمعنى أنها ليست تجريد لحملات حربية تذهب فيها الجيوش لإسقاط دول لكن هي ربيع العربي هو ذروة استخدام القوة الناعمة الأمريكية في إسقاط الدول العربية وإسقاط المجتمعات العربية وتدمير الجيوش العربية وإدخالنا في متاهات حروب أهلية طائفية ومذهبية لا نهاية لها لكن هذه القوة الناعمة ليست قيمة مضافة قيمة المضافة هي قيمة سامية خيرة هي دفع للبشرية إلى الأمام يعني هنا يصح القول مثلا أن أمريكا عندما أفلست في قيمها المضافة التي استندت إليها غرفت منها ما يكفي حتى انكشف الخداع فيها الديمقراطية حقوق الإنسان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها دول الراعي للاستقرار هذا كله اختبر مرة واثنتين وثلاثة وكانت النتائج ليست في صالح تأكيد صدقية العلاقة الأمريكية بهذه القيمة السامية وبالتالي فقدت القيمة المضافة أصبحت الحروب الأمريكية هي حروب استعمارية عارية يعني لا تستطيع أن تلتحف بأي عنوان يمكن أن يدخل إلى عقول وقلوب الشعوب فإذا جاءت إلى حرب أفغانستان تحت عنوان مكافحة الإرهاب وهو العنوان المعصرا في الحقيقة كبديل للعنوين الأخرى التي ضمرت يعني صفرت بهتت ذبلت حاولت إنعاش قيمة الديمقراطية مثلا والقول بأنها هي تحمل هذه القيمة في حربها على العراق لم تنجح يعني ثبت بأن حربها على العراق هي حرب استعمارية مدبرة من أجل السيطرة على مقدراته وعلى موقعه الاستراتيجي وعلى نفطه وعلى اللعب من خلاله بأوضاع المنطقة هكذا عملها العراقيون وهكذا عملتها شعوب المنطقة فإذن هذه القيمة المضافة سقطت القيمة المضافة لإسمع الحرب على الإرهاب بقيت يعني شاحبة خصوصا بانفضاح علاقتها بداعش وبتنظيم القاعدة من خلال التقاطع على الحرب المشتركة في سوريا هذا لم يكن أمرا سهلا تقبل قراءته ومروره بصفته مجرد مصادفة خصوصا مع حملات التعبئة التي جرت في كل دول الغرب لكل المناخات التي يصل إليها الفكر الوهابي واستنهاضها وتنظيم قدومها بقوافل يعني لها أرقام ولها أماكن تجمع كيف يأتي هؤلاء من هولندا مثلا ومن فرنسا ومن بريطانيا ويلتقون في تركيا أين؟ عند من؟ من يستقبلهم؟ من ينظمهم؟ من يحولهم إلى مجموعات؟ من يسلحهم؟ من يدربهم؟ من يهيئ لهم العبور عبر الحدود السورية العراقية؟ هذا كله ما كان ممكنا لو لا رعاية دول دول عظمى بمقدرات وكل هذه الدول الراعية التنفيذية تعمل تحت المظلة الأمريكية فبالتالي سقطت كثوبة الحديث عن الحرب على الإرهاب عندما يكون الإرهاب يرعى ويتم احتضانه في الحضن الأمريكي طبعا لاحقا جاءت تصريحات دونالد ترامب يتحدث عن أن داعش نحن اقترعناها وإدارة أوباما وهيلاري كلينتون اللي تؤكد يعني اللي تمنح مزيد من الأدلة والإثباتات بالاعترافات على أن الإرهاب هو صناعة أمريكية في نهاية المطاف طبعا في تجربة حرب أفغانستان في المواجهة مع الاتحاد السوفيتي خسر الاتحاد السوفيتي القيمة المضافة التي يمثلها التزامه بالقانون الدولي عندما أصبح بنظر الأفغانيين قوة احتلال وبدأت المقاومة بمواجهته لكن الذي رعى ومول ونظم مجيء المجاهدين وثم ولاد التنظيم القاعدة كان الأمريكي وهذا لم يكن خافيا يعني من يقرأ مذكرات بريجينسكي وحواراته مع بندر بن سلطان حول حرب أفغانستان ومن يقرأ مذكرات الذين شاركوا في تأسيس حركة المجاهدين عبدالله عزام وسواه يعرف بأننا نتحدث عن دور أمريكي حاضر دائما كان فإذا الحرب على الإرهاب فقدت وظيفتها كقيمة مضافة القوة الناعمة دائما موجودة عند أمريكا القدرة على الفتن على التضليل على أخذ الشعوب باتجاهات مخالفة يعني القوة الناعمة استخدمت في الحرب بوجه روسيا من بوابة الحديث عن أطماع روسية في أوكرانيا عن أن الدولة الكبرى تريد أن تسيطر على جارتها الصغيرة هذه حرب ناعمة لكن هذه لم تمنح أمريكا قيمة مضافة القيمة المضافة عندما نقول مثلا أن أمريكا تنصر الشعوب في مواجهة الاحتلال وعلى هذا الأساس هي تقف إلى جانب أوكرانيا فورا سيكون السؤال وماذا عن فلسطين قبل عملية غزة والحرب الدائرة الآن في كل لحظة منذ وجود الكيان المغتصد لفلسطين إذا حاولت أمريكا أن تزعم بأنها قوة نصر للشعوب ضد الاحتلال ستسأل ماذا كنت تفعلين في العراق من أنت في أفغانستان ماذا عن فلسطين فإذا هي لا تملك قيمة مضافة اسمها نصرة الشعوب في مواجهة الاحتلال الأجنبي هي تستطيع أن تستثمر قوة ناعمة من خلال الإعلام والاتصال بالمجموعات الجمعيات المجتمع المدني لإثارة حملة على روسيا بدون أن تظهر أمريكا من خلال هذه الجمعيات وهذه المؤسسات الإعلامية أن تستخدم قوتها الناعمة لتطعن بصدقية الحرب الروسية وتظهر روسيا كقوة احتلال لشعب آخر ولبلد آخر فإذا القوة الناعمة وهلا رح أعطي مثال إضافي أيضا قطر مثلا قطر كدولة تملك فائد مالي وتملك يعني هذا فائد قوة وتملك فائد قوة إعلامي هو الجزيرة ونفوذ الجزيرة وتستعملهما كقوة ناعمة يعني فائد القوة ليس بالضرورة قوة ردع هو يمكن أن يكون قوة ناعمة لأن قطر لا تجرد حملات عسكرية على دول وتحتل لا تملك أصلا هذه القدرة هي فائد قوتها المالي والإعلامي توظفه كقوة ناعمة هل هو قيمة مضافة على الإطلاق كيف يمكن أن نقول أنه قيمة مضافة وقد فعل ما فعل في الربيع العربي وفي تخريب البلاد العربية وفي تبني العثمانية الجديدة وفي إحداث الفتن وفي مواكبة القاعدة وتنظيم القاعدة في العراق وفي سوريا في قتل الأبرياء في الاستهداف المدنيين يعني وتسميته ثورة والشعب يصنع ثورته فإذن القوة الناعمة يمكن أن تكون شريرة القيمة المضافة لا يمكن أن تكون إلا خيرة فائد القوة يمكن أن يكون عسكريا لكنه يمكن أن يكون اقتصاديا ويمكن أن يكون ماليا ويمكن أن يكون إعلاميا ويمكن أن يكون سياسيا يعني الآن تحاول قطر أن تحول فائد القوة المالي والإعلامي إلى فائد قوة سياسي من خلال لعب دور في الوساطات المتعددة في الأزمات المختلفة بين إيران وأمريكا بين الطالبان وأمريكا في قضية غزة تحاول أن تفعل هذا وهي تراكم كميا باتجاه صناعة هذا الموقع هذا فائد قوة لكن هذا ليس قوة ردع وهو يستخدم يعني هذا الفائد القوة يستخدم كقوة ناعمة لكن هو ليس قيمة مضافة لأنه لا يستخدم يعني لسنا هنا نتحدث عن أن قطر هي داعمة حقوق الشعوب إذا جئت تقول أن قطر موقفها هنا يصبح الكلام بمالها وبجزيرتها هو مساند لقضايا الأمة وحريص على مستقبل هذه الأمة واستقرارها فورا عليك أن تسأل ماذا عن سوريا ماذا عن ليبيا ماذا عن تبني القاعدة ماذا عن تحويل الجزيرة إلى قناة لحساب تنظيم القاعدة ماذا عن مفهوم العثمانية الجديدة وعلاقته بكل الحروب التي شاهدناها ولازلنا في قلبها في ليبيا وفي سوريا المحرك الفعلي للموقف التركي هو أطماع استعمارية قديمة ودفينة وبالتالي فإذا لا يمكن الحديث عن ترادف أن القيمة المضافة هي قوة ناعمة على الإطلاق القيمة المضافة ممكن أن تتحول إلى قوة خشنة القيمة المضافة التي مثلا تمثلها قوة المقاومة مثل غزة مثلا حماس تمثل قيمة مضافة بتبنيها لقضية حق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال واعتبار المقاومة هي طريق تخلصه من الاحتلال هذه قيمة مضافة عمت على مئات وألاف من الشباب بنت منهم قوة عسكرية ضاربة صرف هذا الفائد للقوة الناتج من قيمة مضافة في عملية طوفان الأقصى هذا ما يلو على لا بقوة ردع ولا بقوة ناعمة هذا سياق اجتماعي فكري سياسي اقتصادي عسكري له هذان الركنان التفاعليان قيمة مضافة وفائد قوة القوة الردع والقوة الناعمة هي أدوات في سياق ترجمة الاستراتيجيات والتكتيكات ليس بينها وبين فائد القوة والقيمة المضافة إلا أن مفردة القوة موجودة يعني فيهما أما من وهذا أكيد أمر طبيعي يعني أنه يخلق التباس أو يخلق نوع من يعني التشابه الشكلي الخداع البصري خلينا نقول عند إلقاء النظرة الأولى لكن عند التفحص وكثيرة هي الأمثلة مثلا أمريكا بـ 11 أيلول أصيبت تعاطف معها العالم كل العالم فحققت من الإصابة فائد قوة أخلاقي صرفت فائد القوة الأخلاقي في حروب ذهبت إلى أفغانستان تحت عنوان محاربة الإرهاب ثم أعادت الصرف مرة أخرى في العراق من المخزون فائد القوة المراكم أخلاقيا بمعنى هذا التعاطف مع الجرح هذا التعاطف مع الدم هذا التعاطف مع مظلومية شعرت بها الناس أن أمريكا يعني أضرب الجيش الأمريكاني أضرب أنتم تقتلون آلاف المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم تواجدوا في توقيت معين في مكان معين تصادف مع إطلاق الطائرات التي اجتاحت الأبراج وبالتالي هذا التعاطف عمل فائد قوة أخلاقي راحت أمريكا صرفت فائد القوة الأخلاقي بحروبها فشلت في أن تحوله إلى قيمة مضافة فلا نجحت في أفغانستان بأن تنشئ حكما تقول هذه هي الديمقراطية ويقبلها الشعب الأفغاني ويشكر أمريكا على ما فعلت ولا نجحت في العراق وبالتالي فشلت في تحويل فائد القوة إلى قيمة مضافة فإذا بدأ فائد القوة يتآكل وبالتالي أصبحنا أمام معادلة فشلت أمة إمبراطورية في طور الأفول الأمة الإمبراطورية التي لا تنجح في تحويل فائد قوتها إلى قيمة مضافة مرة اثنتين ثلاثة أربعة فهي إذن في طور الأفول والتي لا تنجح في إعادة إنتاج قيم مضافة جديدة إذا اشتهلكت قيمها المضافة الأصلية يعني إذا أصبح مطعونا بصدقيتها تجاه الديمقراطية لأنها تدعم ديكتاتوريات أصبح مطعونا أو الغير ديمقراطية إذا مش ديكتاتوريات يعني حكومات غير منتخبة وبلاد ستير وإذا صار مطعونا بصدقيتها تجاه حقوق الإنسان لأنها تدعم حكومات ترتكب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية وجرائم إبادة كحال إسرائيل وإذا صار مطعونا بصدقية أنها تخوض حربا على الإرهاب أو أنها تتبنى تحرير البشرية من الإرهاب وهذه قيمة سامية وإذ بالإرهاب ينام في حضنها فشو أنتجت؟ راحت لتصنع قيمة مضافة هلأ إذا طلعنا الحروب على جناب وعملنا يعني خمس سنين لورا حنلاقي أنه الحراك الأمريكي النخبوي الثقافي الاجتماعي وسائل التواصل العلاقات الدولية تشتغل أمريكا على قيمة مضافة يعني مشروع قيمة مضافة هي لم تتحول بعد اسمه الحرية المطلقة يعني أنه قيمة الحرية هي قيمة سامية نروح على الأبعاد راحوا على مفهوم الحرية المطلقة وبقلبها أخذوا مفردة المثلية والجندرة وبثلت أموال ودروس وأبحاث وإعلام وإمكانات وعلاقات دبلوماسية وصلت إلى الفاتيكان وغيرها لتسويق بالبداية عدم اضطهاد المثليين ثم السماح لهم بالإشهار ثم الزواج فيما بينهم ثم منحهم كوتا في الوظائف وصولا إلى تحويلهم إلى حزب منظم على مساحة العالم يشعر بالاضطهاد من البيئات الاجتماعية التي يسكن فيها ويعيش فيها إذا أشهر طبعا لأنه قبل ما عدم أرف عليه لكن تحويله إلى قضية سياسية هو محاولة لإنتاج قيمة مضافة جديدة يمكن أن تسمح لامتلاك نفوذ بدأ يتلاشى كيف يستعمل هذا النفوذ؟ يعني بيستعملوا بالفتن بيستعملوا لا بإيصال حكومات بيستعملوا بثورات بيستعملوا بدمجوا مع شعارات أخرى لإنتاج برنامج لمجموعة تغيير بلد معين هذا صار موضوع ثاني هذا صار قوة ناعمة أو قوة ظاهرة هذا بصير تفصيل يعني أمر سياسي آخر نحن نتحدث هنا عن الجوهر الجوهر هو القيمة المضافة القيمة المضافة هي وهون هذا الأمر يعني له علاءة التاريخ البشرية أنه البشرية دائما فيها توق للخير توق لمحاكاة القيم الإلهية القيم السماوية لترجمتها في حركة البشر على الأرض وبالتالي هذا التوق التاريخي الإنساني تعنيه القيم المضافة هذه القيم المضافة هي التي تمنح أي دولة أي قوة سياسية أي حزب حتى أي شركة أنه لن تجي الشركة وبتقدم بضاعة بدأتقول أنه هذه السلعة تحفظ صحة الإنسان هذه السلعة هذه السلعة مقدمة بطريقة عالية من الجودة هذه السلعة سعرها ليس فيه اختلاس وسرقة هو منصف وعادل فإذن هي تستخدم تعابير أخرى لكن في واقع الحال هي تحاول أن تقدم نفسها كحاملة قيمة مضافة وتصنع من عائد استثمار هذه القيمة المضافة مالا ونفوذا يعني فائد قوة إذا أغرها فائد القوة وتلاشت درجة إخلاصها واهتمامها بالقيمة المضافة يبدأ فائد القوة بالتلاشي لذلك شو بتلاقي مثلا الشركات الذكية والشاطرة والمحافظة على ثباتها واستمرارها بتعيد إنتاج قيمة مضافة من فائد القوة بتحص المال بتروح بتعمل مساعدات للفقراء بتروح بتعمل بحوث ودراسات لمرضى السرطان بتروح بتعمل وهذا اللي بيروح بيبحث وبيعمل بفتش بيعرف أنه هو جزء من عملية البناء المتكامل حتى لو لم يكن مدركا عند هذه الشركة مفهوم العلاقة بين القيمة المضافة وفائد القوة فإن من يحلل سيرتها ويريد أن يقول كيف نمت وتطورت لمائة عام متصلة سيجد هذا الجواب أنها نجحت دائما بتحويل القيمة المضافة إلى فائد قوة وفائد القوة إلى قيمة مضافة وأن هذه السلسلة لم تنقطع لأنها إذا انقطعت مرة مرتين ثلاثة يبدأ فائد القوة بالتلاشي وبالتالي بالتآكل ويبدأ الأفول والذبول هذه هي الفكرة التي أردت أن أوصلها كمنهج في التحليل يعني عندما نقرأ حربا عندما نقرأ مواجهة الآن إسرائيل شو عندها قيمة مضافة كانت عندها قيمة أنها دولة الديمقراطية الوحيدة في هذا الشرق وكانت هذه تبيعها في الغرب عندما رفضت الاعتراف بنتائج انتخابات حماس بدأت ذبول عندما بدأت خلافاتها وعجزها عن تشكيل حكومة وجاء اليمين إلى الحكم اليمين المتطرف الذي يدعو إلى القتل وإلى الذبح وإلى بدأت ترسم علامات استفهام حول صدقية الديمقراطية الإسرائيلية فبدأ الشارع الغربي الذي عبئ على أساس أنها دولة الديمقراطية يطرح أسئلة جاءت حرب غزة التي قدمت صورة الوحشية الإسرائيلية العارية مقابل صورة المظلومية الفلسطينية البائنة بدأ البحث عن الحق من قلال هذه الصورة لمن الحق في فلسطين لذلك هذا موضوع ثاني لا أتعمق فيه كثير لكن فقط أجيب كمثال أنه تفوق الشارع الغربي على الشارع العربي في تناول حرب غزة من باب التعاطف والتأييد بأن الشارع العربي بقي عند المندبة أنه يا حرام الفلسطيني يموت لازم ينعملون شي في الغرب فتح هذا نقاشا عميقا حول الحق لمن الحق في فلسطين نادر ما تسمع اليوم تعليقات على الذي يجري في غزة بيوصل لمحل يقول أنه تحرير فلسطين من البحر إلى النهر لأنه اقتنع بها الآن أصلا هيك أصلا هيك فهذا ليس عبارة عن تحول أحدثته حرب غزة لكن حرب غزة أحدثت تحول في الغرب هذا مضمونه هذا عنوانه عنوانه لمن الحق في فلسطين فخرج عشرات مئات آلاف نخب أساتذة طلاب يقولون أن غزة حررتنا من العقدة الصهيونية وأتاحت لنا أن نكتشف كذب حكامنا وخداعهم وبالتالي نحن دخلنا في مسيرة التحرر أعمق بكثير من قضية نصرة غزة لكن لغزة الفضل علينا في فتح الباب لهذه المسيرة فإذا القيمة المضافة التي امتلكتها حرب غزة يعني غزة المقاومة في غزة بصدقها كل الروايات الكاذبة سقطت بمظلوميتها البائنة التي لا تقبل نقاشا بدفاعها عن حقها في الوجود وفي الحياة هذه القيم المضافة التي تمثلها مقابل سقوط كل مزاعم القيم المضافة على الضفة المقابلة الإسرائيلية والأمريكية جعل غزة تربح الرأي العام ربحت الرأي العام تحول ربح الرأي العام إلى فائد قوة بدأت تحاسب الحكومات الغربية فلم تجرؤ على التصويت في مجلس الأمن بيئة أمريكا لحالة تصوّق وطلع بايدن عم بيقوله حتى نحن لحالنا يمكن ما نقدر نكمل لأن هذا معنى كلامه أن إسرائيل تنعزل ونحن نخشى من أن تصبح عبءا أكلقيا على أمريكا فإذن هون كيف يتحول تتحول القيمة المضافة إلى فائد قوة هذا هو الجوهر ومثله فائد القوة الذي يعجز عن التحول إلى قيمة مضافة كل القدرة الأمريكية خدوها هلأ ما بي الأنصار الله قوة أنصار الله الآن هي في القيمة المضافة التي يمثلونها صحيح معن قوة تكفي لمنع السفن من العبور في مضيق باب المندب لكن ليس لدى أمريكا في معادلة الجمع فائد قوة وقيمة مضافة معا أنصار الله أقوى لأن أمريكا لديها فائد قوة أعلى مدمرات وأساطيل إلى أخير لكن بلا قيمة مضافة يعني مئة ضرب سفر شو بيطلع سفر لكن اثنين ضرب واحد اثنين اكتر من الصفر بهذه البساطة القيمة المضافة التي يمثلها أنصار الله هي أنهم يدافعون أمام العالم كله عن حق لا نقاش فيه والعالم يعترف بعجزه يعني العالم كله يقول والله ما أدري أن نعمل شيء لغزة ما حدا يسترجع يقول أنه ما في حق لأهل غزة أن يصلهم الطعام واللباس والدواء والوقود حتى أمريكا تقول هذا لكن أنه ما فينا مش قادرين يعني الكل يقول أنه عاجزون يأتي أنصار الله ويقول نحن لسنا عاجزين نستطيع أن نفعل هذا وسنفعله حتى يفكوا الحصار ويدخل ما يحتاجه أهل غزة فينفجر العالم كله إلى جانب أنصار الله تصبح قوة أنصار الله فائد القوة المعقول نسبيا لديهم يصبح مضروبا بأضعاف مضاعفة بحجم ما لديه من تفويض إنساني عام بينما أمريكا التي تملك كل هذه القدرة كل هذا الفائد من القوة مكبلة لأنها لا تملك مشروعية أمام الرأي العام رفعت شعار الملاحة الدولية وحق الملاحة يعني الرأي العام العالمي والعربي والإسلامي أي إنسان بالعالم مالك ليس الحال جمعتين ثلاثة تحملوا مشاكل بالسفن بركي هذا بيخلي إسرائيل تخضع وتفرج عن حق الفلسطينيين في غزة بالحياة يعني حتى الشعوب التي تؤيد بالمبدأ العام حق الملاحة وحرية الملاحة متعاطفة ضمنا مع يعني دخول أنصار الله لقطع هذا الحق على الإسرائيليين لإنتاج توازن معين يفرض تحرير حقوق أهالي غزة بالغذاء والدواء فإذن هون القيمة المضافة وفائد القوة بالنسبة لي على الأقل ثنائية في الفهم الدائم والمستمر لمجرى الأحداث ما له علاء على الإطلاق بالقوة الناعمة وقوة الردع فائد القوة يمكن أن يستخدم يعني ليكون قوة ناعمة هو مش دائما قوة ردع مثل قطر القيمة المضافة هي قيمة خيرة ولا يمكن أن تكون قيمة شريرة مثل الفتن مثلا والحروب الأهلية والدسائز هي قوة ناعمة لكن على الإطلاق هي ليست قيمة مضافة فإذن ما فينا نطابق بينهم ونقول هاي هاي يعني فائد القوة هو مثل قوة الردع والقيمة المضافة هي مثل القوة ناعمة عالمان مختلفان الأهم أن واحد منهم هو في البدايات يعني القيمة المضافة وفائد القوة هما نقطة الانطلاق في نظرة للكيان سواء كان دولة أو حزبا أو شركة أو شو مكان بينما استخدام القوة الناعمة وقوة الردع هو في النهايات أي في السياسات سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا ترجمة نانسي قنقر